السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا في فيديو جديد في الاول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض القناة النقلة على النايل سات لبطولة اوم افريقيا المحليين وطبعا القناة مجانية وموجودة على النايل سات يعني اي حد من حضراتكم ممكن ينزل القناة ويشاهد البطولة مجانة طبعا اول حاجة هندوس على زرار المينيون هيظهر قدامنا القائمة اللي قدام حضراتكم ديت ممكن يكون الشكل مختلف عند حضرتك اهم حاجة هتدخل على كلمة التركيب او كلمة التنصيب وهندوس عليها اوكي بعد كده هيظهر عندنا القائمة ديت الضبط الهوائي قائمة الاكمار الصناعية قائمة التردودات اللي همنا في القائمة دي كلها قائمة التردودات هنقف عليها وندوس اوكي بعد كده هيظهر عندنا تحت خالص الوان وجنب كل لون اه كلمة طبعا اللون الاحمر في الجهاز عندي واكتب اصاده اضافة. اللون الاخضر اصاده تحرير. اللون الاصفر اصاده شطب. اللون الازرق اصاده بحس. طيب احنا محتاجين نعمل ايه? محتاجين نضيف التردد. وبه هندوس على الزرار الاحمر. فتح معنا الخانة اللي احنا بناكتبها التردد. طبعا التردد هو وحداشر. ستمية وتمانين. معدل الترميز اتنين سبعة خمسمية. الاستكتاب افقي. او هندوس اوكي. اهم حاجة نتاكد ان احنا عندنا اشارة. يعني الخانة اللي مكتوب باقصاد الجودة. لازم نتاكد ان هي فيها اشارة. بعد كده محتاجين نعمل بحس. هندور على كلمة بحس قصادها اي لون. عندنا كلمة بحس قصادها اللون الازرق. فهدوس على الزرار الازرق. هيقول لك حفظ البيانات. وهيظهر عندك الصفحة ديت اول حاجة بحسة عن الشبكة. غلقة هنسيبها غلق. طبعا بالنسبة للبحس اليدوي هنسيبه يدوي. بعد كندوس اوكي. زي ما حدكم شايفين ادي القناة بتنزل مع نهيت. وبرك حفظ نتيجة البحس اتقول له نعم. طبعا القناة احنا بالنزال النهاردة هي قناة الجزائرية الارضية. طبعا القناة بتشتغل بشفرة البيس. زي ما حدكم شايفين ادي القناة اشتغلتها هيت. وطبعا بالنسبة لشفرة البيس للقناة هي احداشر اربع اصفار. احداشر تمن اصفار. او حداشر والبق اصفار. اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو. اتمنى الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.